في قضاء خانقين بمحافظة ديالة تصول الكلاب السائبة وتجول في شوارع المنطقة دون معالجة حكومية لهذه الظاهرة تضمن سلامة السكان لاسيما الأطفال ورغم أن منظر انتشارها في شوارع خانقين وتقاطعاتها بات مألوفا لدى السكان إلا أن الكلاب السائبة تشكل خطرا على المارة لكون قسم منها مصابا بداء الكلب وبالتالي فإن لعضته تداعيات صحية خطيرة على المصابين الثاني أطلع من البيت أجي على الشارع أشلاب الآن هذا مدرسة يمنى الآن خطيئة جال من يطلعون يحودون وراء أضع كل يوم أطلع واحد هنا قد يعمل المدرسة تروح للسوق أشلاب أكو عندنا أشلاب هنا هواية أذي الجهالة أطفالنا هنا يعني يروح لده كان يتأذى يعني يروح لده حاجة والتلاب يحودن يعني إلا لازم واحد شبير يجي وراءهم البيت أرى شنو شغلة زين أمانة العاصمة شنو شغلة وإلى جانب استياء أهالي خانقين بسبب ما يتعرضون له من مخاطر يومية بسبب انتشار الكلاب يؤكد الأهالي أن آخر حملة حكومية ضد هذه الكلاب كانت في عام 2019 فيما يطالب مسؤول الصحة في خانقين الجهات الحكومية بتشكيل لجنة مشتركة تضع الحلول الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة نشير إلى أن هذا الموضوع يجب أن تعالج بصورة سريعة ولا سيما من خلال التعاون مع الجهات المختصة في هذا الموضوع وإلى اليوم لا يوجد أي تحرك حكومي لاحتواء أزمة انتشار الكلاب السائبة ما يعني استمرار تعرض حياة السكان لخطر هجمات الكلاب بشكل يومي ترجمة نانسي قنقر